موسيقى ـ فعله ممكن ـ كيف أعطي؟ ـ يخطي أعطي الـ ـ ـ نزي طرق ـ ـ ـ الـ 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 ـ ـ تاب يت جيميرز كوميونيتي أهلا وسهلا مرحب بكم معاكم فورا تحميدة وميكرو اليوم نهار السبت 11-2024 انتم تتابعوا في الفينكتايح الامتيهاش ميديا تالنت سهبوا على اي فم احلى غاديو هذا اول برنامج اعليمي تونسي يهتم خصيصا بالجيمينج والاسبورت والديبلوتمون في تونس ونعودنا ان شاء الله كل نهار سبت لقيت هذا من العشرة حتيكشي النص للباشر جاو سوسبانسي يسرنا فيكم كل عادة مع تشكيلة اللي حاضرة معنا اليوم من بكر اللي تناجموا تابعونا على لايف سكيمينج على باج فيسبوك متاعنا على غاديو يفم كيف كيف على باج فيسبوك امتياش ميديا تالنت سهب تلقونا زيدا 24 ساعة على 24 على يفم تيفي على اليوتيوب الاميسيون هذي مجعولة بشلم الكومينيتي تاع الجيميرز عن نيوز الاكتواليتي والانترتينمنت زيدا كل جماعة تام جديد وضيف الجدود يرافقونا المدة ساعتين من زمان هير انواريز في البينك تايح طاح 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 انتم تسمعوا في البينك تايح مع فرة تحميدة على اي افن و امتياش سبورتز البينك تايح باي توب نيت البداية بشكور مع جيمينج نيوز مع بيفنا حسين حمدي ومع نوت خونيكو خليل بن مذاكر بشعطيونا اخر اخبار ومستجدات عالم الجيمينج والاي سبورتز ونكملو في الديباب بش نكتشفو عالم الحشاشين في رحلة عبر التاريخ مع لعبة اساسنز سكريد اكثر تفاصيل زيت شوية في البينك تايح ونختمو كل عادة في ساعتنا ثانية بالشالانج واليوم كل عادة بش نجربو لعبة جديدة هنا في بلاتو البينك تايح كان هذا البرنامج متاعنا لليوم على امتياش ميديا تانس هاب وعلى ايا فام احلى غاديو سيسولوا يحكم في الكاييس فورا تحميدة وميكرو امير في الاخراج ويام في الاخراج الرقمي نتعطيو توتسويت جيمينج نيوز جيمينج نيوز جيمينج نيوز يلا نرحب بتشكيلة لحضرة معايا في البلاتو حسين حمدي اهلا وسهلا بيك مرحبا بيك سي فورات مرسي مرة اخرى على استيضافة شكرا على العودة في البلاتو هذية فرحانين برشا بحضورك معنا وبالليقاء تقدم فيها في البرنامج هذية على يساري نتخل خونيكو خليل بنمزاكر اهلا وسهلا بيك مشكور على حضوري حتى انا ولا لا مشكور زيما مشكور على حضورك خليل مرحبا بيك مرة اخرى دونك كما كنتم قول البداية في جيمينج نيوز اخر اخبار ومسجدات عالم الجيمينج يلا نبدأ معاك خليل فيما بالليوم ما نحكيه على الجو معروفة ياسر جو معروفة ياسر جو معروفة ياسر جو معروفة سوشيما نصور برش عباد لعبوها برش عباد يحبوها الجو هذه هابتة لدي سي جوية 2020 عملت عملت ضاجة كبيرة معناها جو متع ساموراي وانا فان نمبر وان متع العباد يحبوها ليس كنا نتصور برش عباد عجبتهم هذي دجا بعت بريس كحداش مليون كوبي معناها من 2020 هاتيك الفان 2022 ها هذي هذي هيش رخيصة معنا بش توصل تبيع جو باربعين دولار دوز مليون دو كوبي ولا اوز مليون دو كوبي سي معنات حاجة كبيرة بغرب نحكيه على الفروب هي سوني ديفلوبيت ايه سوني دوك بش نحكيه غير ما نحكيه على البروفيم تاها خطر نمره كبير ياسر غير ما نحسبوه له يحسبوه واحده يفضلو النيوز اللي بش نحكيه عليه اليوم هو انه هذي بش تهبت على البيسي بش تهبت على البيسي عن قريب ياسر برش عباد نصور تستنى في الحكاية هذي و والدات انيسيال هي لو سيزمي دو ميل فانتكات اما بش يصير ديلي صغير ما نحكيه حتى وداته ما نصور بش تكون بايدة ياسر للي ما يعرفش غوصو السوشيما هي تلخيص متاحة معناها هي انها تلخيص متاحة في الف ومائة ومائة وسبعين اخر ساموراي اللي هو اسمه جين ساكاي يحب يغلب المنغول فورسيس بش يحميل الاندبندانس والحرية متاع الجابان جيش من غوليا كانوا احتلوا جزيرة في اليابان وكانوا زادا قتلوا المحاربين متاع اليابان الكل اللي هما الساموراي قعد هو الاخرين قعد هو الوحيد وخذيه عمو رهينة عمو اللي كان هو القائد متاع الساموراي هو اللي كان يحكم في الجزيرة هذيك قعد حي وخذيه راهين اللي يحب يكتشف الالكانتين متاع الساموراي هذي مش بيستنة برشا شهر هذى تهبت على البيسي اللي أحب بتاع الكمبيوتر العجيب مش الكنسول هذي حبتت على البيسنك والبيسكات ايه بيسكات كانت ايه ومش تتبارت مش كان على البيسي الكنسول اخرين والبيسي معه دوك هي عبد عنده ببيسي ويحب يجرب جوس صح عليه حسين فما برشا وقع طردهم تلزوا انهم يدقسوا في الخدمة متاحهم بشي نجم ومبراليل الاسف شديد اكتيف فيجين بلزرد خسرت قضية بمبلغ ما يقارب 23.4 مليون دولار خسرتها في معركة انتي هيك براءة اختراع في قعدة تسعة سنين مع عديد الديفلوبر ديجو اللي خدموا معها كومدي فريلانس قاعدة ديما تأكد بلزرد اللي هي لم نستخدم ابدا تقنيات المحمية ببراءة الاختراع المعنية في ألعابنا مع انو كسارة القضية في كاليفورنيا برشا دي برشا وقاعة تم طرحة في القضية ذي اللي ديما اللي جيت معناها في كونتر اكتيف فيجين بلزرد وخسرت القضية ذي اكتيف فيجين اللي نذكروا اللي هي مولات كالوف دوتي وبلزرد مولات تايتنفول مولات سامي معايا كيف على الاخر بلزرد وورد فورلكرافت مولات اكتيف فيجين وبلزرد وصلوا يمروا بمرحة صعيبة مادييا لانهم وصلوا يتردوا في الكملات مالجريل الالعب قاعدة تتباع قاعدة تتلعب ديما تقعد المشكلة الكبيرة في اكتي فيجن بلزرد البرودوية قاعد يوصل مع الرفيو معناها تعليج طيحين كومبيتسيون قوية برشة كومبيتسيون قوية برشة نجم نشوف قداش منجوب بلاش قداش منجار متعجوه عنا ديما نجموا ديما عنا شواء لازم الرؤية تتبدل مع اكتي فيجن يجبهم يحسنوا من نجم العاق من من يجي اللي يخرج فيهم ويحسنوا يمكن من del business model فلا اكتيتما ذاكا شابيت نقول الخليل يلا. اوه ما عاملة مع اي 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 ماذا تعليم الشركة المحبوبة من الملايين الشركة المحبوبة من الملايين اي اي اركض اخر حاجة نفكرها من اي 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 قاعدة تخمم ما شركة نعملة متهم تخمّم أنت لا تشري جوّن تريبل آي تريبل آي معناها جوّن جوّن جيداً وغالياً يتخمّمها تتعام 70 دولار 60 دولار يخمّمون بشيّن تشري جوّن 60 دولار تخيل أنت تشري جوّن 60 دولار و تلقّى فيها إشهار كيما للإشهار المزعج في يوتيوب تويتش الموّن معناها أنت تخلّم عمّاً إذا لن تخلّص على شيّاً لا تخلّيّن في الأشهار أو أوّ فهيernي phải façon في UFC كات وضعت إشهار على فيلم فيلم أو فيلي فيلي وعنى quiagna الفيلم الرائد التي للاعبين باVEL No po أ Будet أنت وہ أريدا وإن أنént تاعد عن لا يمكنك التحديد من هذا المشكلات على إيئي كما نعرفه هي تنجب تكون حاجات كيئة تكون حتى في طرح كرة في استاد في طرح كرة أي ايئي لا 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 بشيخذها استيب قدامه لا موجودة في الفيفا تلقي اشهارات على حاجات لا 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 يقص عليك حاجات كما في الدنيا تلقي اللبانر لا 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 يقص عليك أريد أن تلافذ في وسط التيران يفصل الجمهور من الجوالات هذا ما قلت هنا؟ هذا يمكنك تلقى فيهم دي اشهارات نحكي لك أنا مثلا تبدأ تلعب تقص عليك فيديو في هذه الأشياء نفوه هذا أو ليش تسبت نفوه هذا تبدأ تلعب أن تقص عليك هذا ليش تسبت حتى في اليوتيوب تبدأ تفرش في حاجات تقص عليك ببليستات تعجوت ولا تكره الجر لا تشريه حتى كان عجبك البردوما كيف تشريه خاطر قص عليك حاجة عامل عليها فيسترانت الحكاية على الأخر دي جاي السيد اللي عمل السيد اللي عمل اللي كتنزل حاجة يتعدى لك الشيشهر طلب السميح سامحوني قائد خاطر عارف اللي هو السبب اللي كنه برشة سامحوني إيايا إن شاء الله متكملش في الفكرة هي فكرة مزالت ومطروحة وإن شاء الله متكملش فيه أي مهو نجم لو يخرج خبار هكا بشي جوزوا به النبض شوي زيدا مع الكونيتي متاحة مهو زي مش نكمله مع أخبار إيايا اللي هي مهيش مفرحة الحق الى الى اي اي يتحدث تلك تلك السبب الواضح لتريج فضل وفي straight رئيس التنفيذي للشركة الاي اي 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 ايت بعد التواصل لمضى فيقان كانت زال Навبا буااااااو بدأتier بربطة اين اي 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 اه مين 150 ان تصبح حما attorney والحام غرا باتلفيل د 2042 الذي قام أخذت برشاة ريفيو خائبين العبيد الذين يشريوها الجو وقاوها معناها جو كما قلوا لماذا ريفيو خائبين؟ ما هو الـ quality الـ game؟ الـ graphism في الجو زاد فيها برشاة debug ما تفنكسوني كم الفو معناها أنت تدفع في برودوية سوصنة كلك أورو أو دولار كيبا بعدك تأخوا جو لا تمشي كم الفو ما عندها حتى معنى بعض ما عملوا للـ الـ وحكيوا مع برشاة روبورترز قالوا اللي هما قاعدين يحاولوا يحسنوا في الـ برودوية متاحهم واللي أعلنت تزاد شركة EA على المداخيلها في عام 2023 الإرادات اللي هي كانت 1.66 مليار دولار واللي كان أقل من العام اللي قبله بـ 200 مليون دولار اللي هو خسارة كبيرة بشركة EA هكذا لماذا قاعدين حاليا يعاقبك تعطيه تسنس وبالبعض تعطيه شيء خيبر ويعاقبك واضح حسينيال نكمل معك نكمل 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 وين ندور نرى أي عبد يلعب EAFC أو أي شيء تبعاق ما يتشكك لديه مشكلة أنا بيدي عندي نحل لا تتحلل جهة ساعة مهلا بشكل مشاكل في المخصص لم تتحلل هم الأهين قبل ما كانت ما كانت خطر ما ما كانت مايكرو ما كانت موجودة وحتى كي كان موجود ما كانت بالكمية هذه كنت تأخذ لا تتوكب يا ماثة ايه لا تتحلل ينجم المساعدة أتطاع محكم لا تتحلل لكن هذا هو أعود عليهم بالخيب مؤقتاً بالوقت إن شاء الله يزيد إن شاء الله يترجع عليهم بالخيب حتى كشي حاصنه البزنس مادرمتاهم والرسمي اللي هين معناها فوكوس على الجو ومن بعد بالفوندامونت والحاجات الفوندامونتال اللي يجعلك تنجم تلعب جو وانتي مرتاح وانتي مكشن ولا، الجيم بلاي الجو في حد ذاته هو تواجيب فلوسه صحيح إنكزاكت نتعدي وننوزلي بعد ونحكيه على البي اس بلوس وانتع شهر هذا معها افسي 24 ومواهة عوكا عطونا حاجة ببليش افسي 24 ما نستحقش بادي التردكشن هي بأحسن جوة متاع فوتبول تاو الدور هي الكمبتشن اللوحي دمتاعها هي فوتبول والافوتبول معناها ناقصة دبلوطنة الحقيقة غوسترنر 2 جباه يا برشا سايبر بانك تايب تونيك اللي هي بازي على زلداء لجندو زلداء ودستني 2 هناك اكسبر دستني 2 نجم حكي لكلام بالباه نجم ونحكيه نهير من نهيرات على دستني على ما؟ دستني 2 معها دلس متي حزت لذا الـ PS Plus 10 هذا ملغم ملغم، ملغم اللي تسمع فينا سوغانتين نجم ومبعطة وتفرج علينا في الديجيتال تشوفوا تصويرها فيها فيها الجو الذي يحكي عليهم خي الكل يا الله حسين نخلق معك أنا عندي زوجة أخبار وربعهم لنبدأ بأخبار به اللي الازيوس روغ ألاي أنونس بشيهبط في الكورتر الثاني متاع ديميل فانتكات اللي هو اللي هو روغ ألاي اللي هو خلينا نقوله المنفس متاع البي اس بي مش لعبين تفهمنا عكس ليس بي اس بي تاو ستيم ديك زادا موجود نينتندو سويتش زادا فاما بلاي ستيشن فيتا 3 دي اس الـ gaming handheld consoles هما كما نقول واحنا 60 PC gaming الكونسول اللي في ديك كمبيوتر في يدك تليفون متاور برش كمبيوتر كمبيوتر حاسوب يلا والخبار ثاني متاعنا اللي شركة اوبيسوفت هبطلنا تيزر كما نقوله واحنا تريلر جديد على جوة جديدة متاحها Assassin's Creed Red اللي هي بش تكون تتمحور في اليابان في جابان ونغادي كنجمة ونقولوا لي Assassin's Creed معناها هي الـ topic ما نحكيه على Assassin's Creed ما نحكيه على Assassin's Creed اللي هي الوقت اللي بش يختاروه بـ في الـ معناها 1100 وشوية كاكا في الزونا ذيكا دونك كيفاش ييمثلوا السوسياتي متاع وقتها والارشيتكتور متاحها بش تكون بش تكون بارتية مهمة بالجرافيك وكيفاش يمثلوها بش تخبر كيما عاودونا كيما بش نحكيه وزيد شوية احنا خليلش نعطيه اكثر تفاصيل على لعبة Assassin's Creed بالك اللي ما يعرف هاش يتغرم بها ينجم صعب ياسم حتى كما لعب هاش تعرفها حتى اسمعتها اسمعها وميسينش احنا نتواجه للناس الكل اللي يعرفوا اللي ما رشعتيكم صاحا حسينو خليل رحلية تواصل المشوار حتيك شيل النص اللي المكاملين معاكم السهرية اللي كان قبل نخرجوا فاصل اعلاني قصيرو مع بعض موزيكا وهنا راجعين طاح 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 واوه ياهو البينك طاح يا برو انتم تسمعوا في البينك طايع مع فرة تحميدة على EFL وMTH sports جايمرز كوميونيتي رجعنا لكم لمغربة سمحوني بالجيمينج و إي سبوريس هنا ما معدكم في البينك تايح كلنا رسبتم العشرة حتيكشي النص الليل كانت البداية بالنيوز بكري مع تشكيل اللي حضرة معي في البلاتو اللي كانت و بش نحكيه على لعبة أساسنز سكريد مختلف اللي هبطوا بالاسم هذي تاريخ اللعبة والقصة خاصة توتسويت دي بيت وان دي بيت وان دي بيت وان أساسنز سكريد يلا شباب هذي لعبة الحقيقة لعبت برشة منها هي تتقسم على أجزاء عديدة 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 دونك خلنا بدأوا نعرفوا بها ساعة عندك انت الكلمة حسين أساسنز كريد هي جو صنعتها يوبيوسوفت من ريال الديركتور متاحها في الحقبة ذيكا كانوا باتريس دي سيلي و جايد رايمند خدموا مع يوبيوسوفت من ريال وصنعونا الفرانشيز اللي نعرفه ونحبوها الناس لكل أساسنز كريد كانت انفلونسي برشة أساسنز كريد برشة برنس أوف برزيا منعرش كان لعبناها كيف كيف على الكنسول اللعبناها على البيسي متاعنا كانت دي ما دي سبونيب لجوه ذيكا في صغرنا أساسنز كريد كانت كيف كيف انفلونسي برشة برشة في الوقت ذلك 2006 هي أول أساسنز كريد خرجت التيتر متاحها أساسنز كريد الحشاشين الحشاشين كانت انفلونسي بالبركور والفري راننج اللي كان تندانس على الأخر في البريود هذيكا ردوه معناها من الميكانيكز اللي موجودين في الجو أساسنز كريد البركورة شعبية التنجيز من سطح لسطح من حيط الحيد وكانت كيف كيف كل تيتر من أساسنز كريد يتبع حقبة زمنية معينة أساسنز كريد لولانين تريولوجي لولانية كانت تتبع الكروساد الحروب الصاليبية اللي صاروا ألف ومية واربعتاش وفما زادة فما الثوء والثري كيف كيف قاعدوا يتبعوا في إيطالي وش هي ذاك الكل مبعديكا تعدينا للبحر الكاريبي كاريبيا مع أساسنز كريد بلاك فلاجو مع إدوارد كنوي قراسنا قراسنا مبعديكا تعديت للرق قاعدنا في البحر الكاريبي كيف كيف أما بدنا نقربوا شوية للحضارة للشمال أمريكا مبعديكا بدأوا يرجعوا شوية نتبعوا في الإيزوريجين متاع الأساسنز ومتاع العقيدة متاحهم الحشاشين أساسنز كريد هو كي ترجمها بلغتنا أحنا عقيدة السفاح وهما معناها معتقداتهم بما هو يمنوا بما هو الفكر متاحهم في الوقت هذاك وما هو معناها كانت الصعوبات اللي كانوا يواجهوها في الحقبة اللي قاعدين يعيشوا فيها بدأت أساسنز كريد أول فريسيون خرجتها يوبيسوف 2006 طبع في قصة ديزموند مايلز في العصر هذاك اللي هو كان موديرن معناها ما فميش أي حقبة زمنية ما فميش لا أساسنز فما حد شاي يخدم مع شركة اسمها أنيموس وأبستيرجو ديزموند مايلز عرف عن طريق معناها اللي زون بلوياي اللي يخدموا معاه عن طريق معناها يسمع منه من غادي اللي عنده معناها عرق يرجع قلوا إحنا للبرشا وقت التالي اللي هو العرق متاع الأساسنز اللي راهو اللي كانوا أساسنز اللي كانوا يحاربوا في في فكر آخر يكون تردكتي مع الفكر متاعهم اللي هو اللي تنبلار وإلا الفرسين كما يسميه ورواحهم اللي تنبلار ضم عباد كيفاش الخارجا نبدأ من الحكم تمر Kilinar لا يجب أن تنبغي أساسنز من الل يمكن أقل hey الكلام الحريات الحريات طاغية نجم ونشوف Assassin's Creed 2 مع صاحبنا خليل نقعد ونطبع كيف كيف دزمند مايلز البرتي الأول ما تصيرش في إبوك قديمة ولا بتاريخية لا لا مديرن متاحها مديرن على الأخر صارت كما نقول نحن عرف يخدم في عادية عادية ومان غادية خلايل في أساس نذكرته بش نبدأ ونحكيه على الكاركتر الثاني اللي هو إدزيو المين كاركتر اللي كان يحكي له حسين بش يدخل في وسط الانمس الانمس هذي يخليك تعيش المموار المموار خليك تعيش المموار خليك تعيش المموار متاع جدودك من وسط كما معنا بي سي هذا بي سي بالفيديو نسامبلي فيها شوية الجد هذا كان يعيش مبينات ألف و الفترة هذه كانت مبينات 1476 و 1512 القصة هذه بدأت من إدزيو قاعد يشوف يبوه يتقتل من ميلي تيمبلار اللي كان يحكي له حسين بها و أول مكتشف اللي هو أساسن و عنده العرق هذا بداي بداي يكتشف القصة هذه بداي يعرف كيف يكون به و كيف يكون الخائب و الحريات و إلى غير ذلك به من بعد بقى إدزيو يحب يشوف الحقيقة و يحاول يقتل العباد اللي قتلوا له بوه ممسي العرق رانا نحكيه على لعبة اللي تسمع فينا سواء في غاجو رانا نحكيه على لعبة حسين ممسي معناها العرق ذا اللي قاعدين نحكيه عليه وعلى الجنراسيان عظمه هو إدزيو الشلق اللي مزالوا اللي تنبلار و اللي زاساسن موجودين في الحقبة اللي هو عايش فيها معناها في الألفينيات و احنا كي نحكيه على العرق متاعه و قاعدين نحكيه على في القرن السادس عشر والربع عشر و معناها الانترفال متاع الوقت ذاك قاعدوا يتبعوا اللي هما موجودين هو كان ماشي في بالو معناها من وحي الخيال حاجات اذو ما يشوف معناها كما قال خليل في العالم الافتراضي يشوف في الجدود متاعه وين كانوا كيفاش عاشوا كيفاش كان ماشي في بالو اللي هو معناها محظ خيال اما مع شوية تبات بيت من المغادي و برشة احداث صاروا عرف دزمند مايلز اللي 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 تنبلار موجودين اللي زاساسا موجودين و اللي مزالوا معناها اللي تنبلار حتى في وقته هو مزالوا موجودين مزالوا معناها يحكموا بلوز وموار في الدنيا و لازم معناها هو يحاول يلقى السوليسيون كيفاش ينجم معناها يعاون الزاساساين كيفاش يقاوموا يقاوموا معناها اللي هما عايشين فيه هذي ابي بري القصة كيفاش بدأت ايجا نحكيوا على مختلف الاساساسينس كريد اللي موجودين اليوم كالعاب يتباعوا ينجم و يتلعبوا اساسينس كريد فما عنا تريولوجي اوريجينال اللي هي اساسينس كريد 2006 اساسينس كريد 2009 و اساسينس كريد برادر هود اللي خرجه 2010 نطبع فيهم ديما القصة متع دزمند مايلز و القصة متع ادزيو اوديتوري اللي هو اللي الانسيستر متاعه اللي قاعد يتبع معناها في الميموار متاعه و يقاعد يشوف في الدنيا من منظوره هو في الوقت هذيك بعديك خرجت ريفيليشنس اللي هي كانت معناها لخصة القصة هذي الكل 2011 خرجت ريفيليشنس لخصة ادزيو اوديتوري و ديزمند مايلز و فت قصته غاديك و تعديلنا البروتاكنيست جديد بطال جديد متع قصة خرجت 2013 بلاك فلاغ معناها من احسن تصور للأساسينس كريد اللي نجموا معناها للعباد يلعبوهم معناها نقول و احنا المفضلة عندي من اللي لعبتهم و كلنا مشتمايزة على الاخرين الفرق الكبير اللي في بلاك فلاغ الحرية اللي تعطيهالك معناها مشكيمة في مثلا في الولانينة متع أساسين كريد كنت جوست معناها فم مدن صغار الدور فيهم عندك كالكو ميسيون تعملهم في بلاك فلاغ بلاك فلاغ يعطيك بطو قولك برا جوبل بحور الدور تمشي تكتشف جزر بولدين تمشي تصطاد تمشي تقويف السفينة تمشي تقويف السفينة نرى المسيون تمشي تقويف السفينة بلاك فلاغ نتابعه فيها ادوارد كانوي 2013 ثم تعدينا اليونيتي اليونيتي اللي صارت في انجليتيرا لا اليونيتي في الثورة الفرنسية اليونيتي خرجت 2014 ثم اليونيتي في لندن فيكتوريون لندن لندن الفكتورية دميل كانس سينديكت ثم اليونيتي نرجعه بالوقت التالي بالكل ليزوري جين متاع العقيدة متاع السفاحين اللي صارت في مصر القديمة وقولوا احنا معناها ما قبل الميلاد ونقاديك قبدت هيا العرق متاع السفاحين ومتاع الفرسين تمبلار ثم اليونيتيتيراسيون الي خرجوا هما ما قبل أساسسين سكريد أوديسي اللي انتبعوا فيها قصة الفايكينج كيف كيف تبنيوها الفكرة ذاكة من بعد ما تبنيو في مصر القديمة الفكرة متاحة مزادة ومعناها الفايكينج ما نعرش كيف وصلوا غاديك وانتبعوا في بايتيراسيون هي فالهالا كيف كيف لا اوديسي مانش انتبعوا في الفايكينجز اوديسي قاعدين انتبعوا في الاغريق اي وفالهالا هي انتبعوا فيها الفايكينجز اللي هما اجيوا قبل المصر القديمة وذاك الكل واخر اتيراسيون اللي هي حكين عليها في النيوز قبيلة الساسينس كريد ريد اللي بشتابت في جابون ما زلوا ما نعرفوش كون البروتاجونيست معنا البطال القصة ما زلوا ما نعرفوش في أنا حقبة زمانية صارت ما اللي نعرفوه اللي هي في اليابان واللي هي بشتكون حاجة اي بيك عالاخر اساسينس كريد ريد خلايل بش نحكيه وطول على اساسينس كريد يونيتي اساسينس كريد يونيتي اللي هي صارت بعد بلاك فلاغ اليونيتي صارت في باريس عام 1789 في الثورة الفيرنسية في وقت اللي العباد يحبوا يتخلصوا من العبودية والكابتاليزم والأمور هذيك البرتاجونيست هو أرنو دورين اسمه هو رجل في أوج عمره ربيع عمره تبنيه اساسينس معناها بعد ما أمه وبوه ميتوا القصة بتاعه هو أنه البوه اللي تبنيه اللي هو اساسينس ميت من قبل عصابة بعد ما بوه ميت هو بقى يحاول يلقى وقتل البوه يحاول يخو الغفانشو متاعه الـ الانفستيغاسيون متاعه وصلت و القصة الاساسين ما خاطره ما كان عرفت له صغير وصلت له الحكاية الاساسين هذي و عرفتو بالـ الوريجين متاع ابوه و شنية بوهي نجم يعمل و لذلك يعرف الحكاية هذي و معناها أحبي أحبي معناها يحيي الذكرى بان ينتقم يخلي الحقيق الخاصة عده كانت مدفونة تطلع للفوق بالأخر هذيك هي يحبي خلي الحقيقه معناها تطلع و لقاء تيمبلار اللي القتلوا بوه وفي الأخير كالعادة تقتل التيمبلار وذيكا هي ستوري متى Assassin's Creed كالعادة روبولوت روبولوت حكالنا على يونيتي انا نحب نرجع نحكي على الجوست لترى أسوان اللي قبلها اللي هي Black Flag اللي قلنا معناها هي من أحساسنس كريد معناها حتى اليوم من هذا ما ازالوا العباد معناها يبريزيوها ويعطيوها برشة ديروفيو بايين Assassin's Creed Black Flag نطبع فيها في ستوري متى ادورد كنوي اللي كان كما نقوله احنا في الحقبة متاعه 1400 ما بين 1400 و 1500 كان بما يعرف برايفيتير برايفيتير معناها يخدم عنده سافينة يخدم تحت اسم الملك جورج في الوقت ذلك كان هو شدة الحكمة من انجليتيرا ويخدم معناها كيف ترانسبورتير يبعد معناها البرات على الحدود من انجليتير جزيرة قلق ما نش قاعد نخلص بالمليح ما نش قاعد نشوفه حقا ما نش قاعد نعمل في حد شا يجدتوا فرصة لقاء اساسان ماشي الهافانا اللي هي موجودة في اسبانيا ماشي الهافانا بشي وصل معناها دي زيتام عندهم فالور كبيرة عالاخر اما هو في الوقت ذلك ما كان يشعر في الفالور متاحهم الانسان ذي اللي تعرض له ادورد كينوي بشيخه من عنده لزيتامة ذوما كان هو اساسا وخرج من العقيدة ذي كمشي يطبع في التمبلار خانهم كما نقول له واحد مشي ادورد كينوي تخلص منه وقلوها بانضافة اخذي اللبسة متاعه ووصل للغوفنور متاع هافانا وصل القضية ذيكا ومن غاديكا عرف ادورد كانوا يحذر معاهم معناها الريونيون هما كانوا عاملينا احذر عرف شنو ما هما اللي تنبلار الخطر احكيه هما اللي غاديكا العباد اللي موجودين غاديكا دي تنبلار وعرف شنو ما لزيتامة ومن غاديكا تفرعت القصة لبرشة حاجات كيفاش معناها عرف ادورد اللي هو اللي عاملو غالط كيفاش هو كي وصل المعلومات هذيكا للهافانا معناها ذر برشة عباد معناها كي ما قولوا احنا ما عندهم عندهمش حتى دخل باللي تنبلار و بالليزاسا خطر لزينفورمات هذيكا كانوا معناها كنفيدونسيال عالاخر خطروا كانوا معناها فاما دي ريفيوجي كيفاش نقولها دي ريفيوجيه لجئين لجئين هاربين معناها من السيستام متاع متاع الغوفنور متاع هافانا وهو وعطاهم معناها اللي زينفورمات هذيكا بشي نجموا يلقاهم و كل شيء ولا يش هيتنا مش نعبوها بلاك فلاك مزينا عالاخر مزينا عالاخر مزينا عالاخر خلايل عندك مظيف كاملوا بالسينديكات اللي هي تصير بعد اليونيتي السينديكات مش تكون فيها سايد انترستنج اكتر شوي السينديكات تصير في لندن اللي انتج بتعليق بالعام الف وثمانية 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 وستين وتصير في الحرب الثورة السيناعية مع دي تكنولوجي و السينيقاليتي سوسيال اللي بروتاجونيست متاعنا بشيكونوا اسهم جاكوب و ايفي فراي اللي هم زوز توامة أساسان ومعا دي برسناليتي عكس بعضهم واحد ياسر أغريسيف و و ديريكت والاخر فرانش و ايفي استراتيجيست ويخمم ويحسبها قبل كل شيء الوقت اللي وصلوا للندن القاوة اللي فامة اللي فامة كبيرة من من ستارك اندستريز اللي هيا كيمقلوا احنا بالليتر مجدود متاعنا شركة كبيرة و ماخذ تحكم على كل شيء اه اه ماذا عملوا ذو مزوز؟ عملوا كما نقولوا عصابة اذا كعليش اسمها نقابة نقابة اه سميوها الركس فارق سميوها ذو الركس وبشي نجموا يحاربوا هالانفليونس متاع ستاركة ذوما ويخلصوا سوسياتي ذيكا من معناها من الخيوط متاعهم معناها وفي الحرب تحكم وصلتهم الارتفاكت كبير ياسر اللي هو تابع ستوري تيلانية معه بتاع الساسينز كريد الاسمه الشراو دوفيدن أبل أوفيدن طفحة عدن الارتفاكت هذا يربط القسم الساسينز بقسم أكبر ببارشة قصة أطول بيسر ومن مستحسن ما تخلوش فيها تاو قصة طويلة هيسر واضح، هاتك ساحة خليل هاتك ساحة حسين نحن هكذا نكون نخلطنا لآخر ساعتنا الأولى لعشرة واربعة وخمسين دقيقة يتواصل المشوار هاتكشي النص الليل في ساعتنا الثانية شنو بش نلعب وخليل؟ Böyle ماذا أني طديق؟ ماذا أني طديق الأمıyla؟ يا رجل البرو حسرًا شكوون طاح شنوه طاح وووه هياه هو البيك طاح يا برو يا للا البيك طاح شكرا! TOP Net